على الرغم من انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا وعودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها واستئناف الرحلات الجوية، فإن مسؤولين تنفيذيين لعشر شركات عالمية أكدوا السماح لموظفيهم باختيار ما إذا كانوا سيعودون إلى المكاتب أو مواصلة العمل من المنزل خلال الشهرين المقبلين، حتى مع حصولهم على جرعات اللقاح المقررة باستثناء قطاعات المبيعات والتصنيع والوظائف الميدانية الأخرى. يأتي هذا التردد في إعادة القوى العاملة بأكملها إلى العمل من المكتب بسبب احتمال حدوث موجة ثالثة من الوباء مع اقتراب موسم الأعياد. مديرو الموارد البشرية أيدوا أيضاً استمرار العمل عن بعد مع وضع الخيار للموظف في اتخاذ قرار العمل عن بعد من عدمه.